اشتركوا في القناة صحة وسعادة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذن في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم لاستقبال أرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام نرحب بفريق العمل معنا في التنسيق ميرا الغفلي في الإخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وأيضا في إعداد هذه الحلقة الزميل حسني البلاونة قبل ما نبتدي معكم هذه الحلقة حقيقة نود أن نتوجه بالتهنئة لأخواننا وأشقائنا في دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لدولة الكويت إذن هذه برقية تهنئة نوجها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وشعب الكويت الشقيق ولكل من يعيش على أرض الكويت الحبيبة هي تهنئة من القلب نوجهها باسم شعب الإمارات ومن خلال منبر برنامج صحة وسعادة للكويتيين الموجودين عندنا كذلك في دولة الإمارات نتمنى لهم إن شاء الله قضاء إجازة سعيدة واللي عايشين بيننا طبعا هم أخواننا وأهلنا فدائما نتمنى لهم الخير نتمنى لهم يعني من قلبنا يعني كل ما من شأنه أنه يساهم في رفعة اسم الكويت عاليا إذن أيضا يعني بهذه المناسبة كذلك وبناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إعادة تسمية مستشفى البراحة في دبي إلى مستشفى الكويت وكان اسم الكويتي قبل صار اسم البراحة واليوم يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويرعاه يعني يوجه بإعادة التسمية مرة أخرى إلى مستشفى الكويت واللي كويت تستاهل منه كل حب وتقدير عموما ننتقل مستمعينا إلى فقرتنا التغذوية اليوم ما نبتديها مع الأخصيات التغذية العلاجية في أية الصحة بي دبي الأخة إيمان محمد بتكلمنا عن فواد واستخدامات الزعتر عدواء المحد اليوم عشان يسمع صباحك الله بالخير إيمان صباح الخير يا هلا اليوم موضوعنا رئيسي عن فوائد واستخدامات الزعتر فخبرينا شو هي فوائد الزعتر طبعا الزعتر إحنا أغلبيتنا نفتر فيه اللي هو الزعتر المضافئ للسماء والسمسم بس أنا اليوم حتحدث عن فوائد الزعتر الأقدر نعم وطبعا الزعتر المجفف من ضمنها تكمن أهمية وفوائد الزعتر بسبب الألياف يعني هي بتحتوي على الألياف والمعادن كالكالسيوم والحديد والمنغانيز وكمان فيها فيتامين A فيتامين ألف وفيتامين C وغنية باللي هي الزيوت العطرية اللي بتطلع الريحة تحتها اللي اسمها التايمول فاليوم هحكي عن اللي هي فوائد الزيت العطرية التايمول الموجودة في الزعتر فهو مضاد للتطريات والبكتيريا مضاد للالتهابات وكمان مضاد للأكسدة هذا الزيت العطري وهو محسن للدورة الدموية بالعلاج من فقر الدم بسبب احتواء طبعا زي ما حكيت على التركيز العالي من الحديد نعم في دراسات جديدة بتقول للأطفال اللي هي في الأعمار الصغيرة هو يؤثر على الخلايا الدماغية إيجابيا وذلك لأنه يؤثر على نوع الدهون في الخلايا الدماغية للأطفال فيعني زي ما كان يقول الزمان أنه يحسن الباكرة أو الدماغ فعلا بس بالأعمار الصغيرة للأطفال يعني ممكن نبدأ لما على المدارس ممكن نعطيهم لي سندوشات الزاتر عشان نغير من نوع الدهون في الخلايا الدماغية بتخلي عندهم تركيز أحسن وذاكرة أحسن الزاتر كمان لحماية القلب والحفاظ على ضغط الدم فهو فيه المادة اللي هي الزايم والهاي بترخي العضلات والأطفال فهي بتساعد على ضغط على خفط ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب فخلينا يعني نحكي على الدراسات العلمية الدراسات العلمية هي دار في دراسات علمية بس اللي هي بمستوى ضعيف اللي هي مستوى سي هي بتأثر على التعلبة استخدامها طبعا مع أعشاب تانية أو بتأثر على البكتيريا الموجودة على الأثنان إنها بتقللها اللي هي الالتهاب حول الضفر أو اللي هي الفطريات كمان بتأللها والتهابات الشعب الهوائية والكحة بتساعد على تقليلها وتساعد على تقليل التهيجات الجلبية فإلى الآن لا توجد دراسات بتدعم استخدام الزعتر كعلاج وحيد للأمراض بدون استخدام الأدوية يعني لازم إذا لازم نتجه للطبيب وإذا وصف لنا دواء نستخدم الدواء وبالإضافة ممكن ناخذ الزعتر كمكمل يعني ما يكون دواء وحيد جميل حد من الناس يقول أنه يساعد في تخفيف الوزن وحرق الدهون هل هذا الكلام سليم؟ يعني الزعتر زين حق التخصيص ودائما نشوفه في الجداول الغذائية اللي يحطونها هو الزعتر يعني كل معلقاتين صغار من الزعتر خمسة كالوري يعني قليلة جدا البصارات الحرارية الموجودة بالزعتر لذلك لأنه قلت أنها بتحتوي على كمية كبيرة من الألياف فهي يعني فيها ألياف وفيها يعني دهون مفيدة اللي هي الموجودة بالسمسم فحسن هيك يمكن يعني يحكو أنها بتقلل الوزن جميل في يعني أشياء تحذيرات من أكل الزعتر بالنسبة لبعض الحالات مثلا إذا كانت ما أدري المرأة وإذا كانت حامل هل ممكن تكون أكيد في المرأة الحامل والمرضة هذه ما في دراسات يعني أكدت أنه ممكن يستخدمها فإحنا دائما نقول الأشياء اللي ما في دراسات أنه بتأكد على استخدام ما نحاول ما نكتر منها وفي اللي هي بشكل عام لكل الأطفال الكبار في العمر الشباب ما يستخدموا اللي هي الزيوت العطرية للزعتر الزيوت العطرية اللي هي بالفم ما ياخدوها بالفم لأنها تبقى مركزة أنزيل نحن هنا يزهر الله خير يعني عزيز عزيز بعد في جاهزة الحينة دائما يبلنا شاي زعتر ولا زعتر مثل الشاي هذا زين ولا مبزين نحن بالنسبة لنا كمذيعين دائما نقول أن الزعتر زين حق الصوت بالضبط صح الزعتر كويس للصوت وكويس إذا فيه كحة أو بحة في الصوت صح وهي شاي الزعتر هو اللي استخدم في هاي الدراسة اللي هي دراسة الصوت يعني كانوا بيستخدموها ثلاث مرات في اليوم على مدة خمس ايام عشان تحسن اللي هي الكحة طيب يعني هو يعني كمزيل للبلغم ومسلا في حالات البرد أو هي احتقان الأنف زي ما أقولك محسن للصوت زين أنت ذكرت أن فيه مواد مضادة للأكسدة وفيه أيضا يعني ممكن أن يساهم بشكل أو بآخر في تخصيص الوزن مع أنت ما أكدت علينا وهاي ديمان لكن أنا أريد أسأل بالنسبة للغازات عادة ينصحون بشرب الزعتر أن تخفف الغازات في البطن هو شاي الزعتر بشجع على تحسين الهضم وبالتالي هو بقلل من الغازات والانتفاخات وكمان زيوت الطيارة في الزعتر بتعالج اللي هي تشنج المعو والمشاكل القلون عشان هي كويسة للغازات شاي الزعتر وكمان هي مضاد بكتير يعني مطهرة للمعدة والأمعان إيمان في بعض البلدان يستخدمون أصلا حتى لحفظ اللحوم وتتبيلها يعني تبلون اللحم بالزعتر لأنها بتعطي طعم يعني فريد وغير أنها طعم غني يعني بيكون في الأكل وأكيد هم يعني عشان الفواد عشان الفواد زين يعني آخر شي ناخذ زعتر ولا ما ناكل زعتر لا لازم ناكل زعتر نحطه في الزعتر للناس المهتمين في البشرة زعتر كتير كويس ممتاز الزعتر يعالج حب الشباب بيحسن البشرة من ناحية أنه يعني بيخلي شباب لأنه زي ما قلنا فيها مضادات للأكسدة فهي بتحمي البشرة من الأكسدة بالزيت ولا من غير زيت كيف؟ بالزيت ولا من غير زيت شوفوا زيت الزيتون مفيد بس ما نكتر كتير منه لأنه ممكن يزيد في الوزن جميل يعني الزيوت تعتبر زيوت سواء زيت زيتون أو زيت اللي هي الزراء هي كسعرات حرارية هي نص الأشي بس الفرق أنه الزيت الزيتون صحي جميل ريمان نحن شاكري لك هذه المعلومات الغيمة أنا كنتمنى وائل يكون معانا اليوم في الإخراج عايسى عساس أن يعرف فوائد الزعتر عموما شاكري لك أستاذ إيمان محمد خصايات التغذية في هيئة الصحة في دبي حدثتنا عن فوائد واستخدامات نبتة الزعتر الزعتر أكيد لها فوائد كثيرة في المحافظة على صحة القلب في علاج الضغط في العديد يعني حقيقة من الأمراض اللي ممكن أن الواحد يتفاداها في في حيات تكون مثل وقاية بالنسبة لها عموما نحن نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم ما نتحدث عن يعني واحد من الأنظمة أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي استحدثت هيئة الصحة في دبي باختصار نحن عيننا موظف ذكاء الاصطناعي واحد عيننا الثاني قبل شهرين هذا الموظف الثالث يشتغل 24 ساعة نزين سبعة أيام في الأسبوع دقيق جدا في له مميزات كثيرة يضحك حبيبي المستقبل رايح تبه لا أكيد يعني واحد ما بيستغني عن العنصر البشري عموما ولكن هذه الأمور تبسط الإجراءات حقق سعادة أكبر للمتعاملين تقلل التكلفة والجهد والمال والوقت أهم شيء يعني الواحد قبل ما أطلع فاصل يعني أحيانا شوي بتفلسف الواحد ممكن يشتري كل شيء نزين حتى أحيانا الصحة ممكن تنشارها بشكل غير مباشر لأنك تروح تستثمر في صحاتك تعمل تشك وتعمل وكذا الشيء الوحيد إنه ما تقدر تشتري هو الوقت دقيقة إذا راحت عليك ما تقدر ترجع أبدا صح أو غلطان صحيح عيسى يقول لي صح بعد عشان أطلع فاصل لأن الوقت إذا طاف ما أم أن نقدر نراجع فاصل وراجعين أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر رذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين اللي حاب يتواصل معنا على 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 هيتنا الرسالة تقول الزعتر كشاي أحسن أو الأكل أشربه شاي وكله زين لثنين لأن تكلمت إيمان عن الموضوع وعن الفواهد كاملة يعني إذا ما تروم تاكله أشربه شاي سوى سندويشات زين بعد شي سمونا هذا الإخواننا الشاميين عجينة شي سمونا صاج 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 زعتر حلوين عموما اللي حاب يتواصل معنا مثل ما قلنا على 4-0-6 البارحة البارحة مستمعين دشنت هيئة الصحة بدبي يعني على هامش مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار خلال أسبوع دبي دشنت نظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية سموهم ساعد من زين هذا النظام بيعزز من خطط وتوجهات الهيئة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها المقدمة للمتعاملين طيب عشان مثل ما قد قبل الفاصل هذا هو الموظف الثالث في هيئة الصحة بدبي الموظف الذكي الاصطناعي الثالث في هيئة الصحة بدبي قبل أطلقنا نظام سالم AI بعدين أطلقنا النظام في العقود والمشتريات هذا هو النظام الثالث في المالية معايا عبر الهاتف أخونا واستاذنا عبد الرحمن سلطان مدير إدارة الشؤون المالية في هيئة الصحة بدبي واشي صبح كالله بالخير عبد الرحمن صبح كالله بالنور ألا أخويا محمود عبد الرحمن مبروكين على أطلاق النظام ذكر الموظفة ثانية نسيت اسمه شو كان اسمه اللي عندنا في هيئة الصحة العقود والمشتريات تذكر اسمه مو موظف مساعد لا مو بمساعد في العقود والمشتريات كان فيه موظف نسيت اللي أطلقناه في صحة تدبي نسيت اسمه تذكر مورد الذكي مورد الذكي مورد الذكي كان الموظف الثاني حين أنت عينت الموظف الثالث في المالية زين هذا النظام ذكي جدا وسهل من العديد من الإجراءات أنا أول شي خلنا نتكلم عن نظام مساعد بشكل عام شو هو نظام مساعد هو موظف آلي أطلقت هيئة الصحة في دبي هو موظف محاسب يعتبر محاسب هذا الموظف أطلقت بعد النجاح لحققات الإدارة المالية من مبادرة مالية بلا أوراق في أكتوبر 2017 وهذه مواكبة الاستراتيجية الإمارة إمارة بلا أوراق وهي عشرين نظر عشرين وواحد عشرين وواحد عشرين نعم نزيل بعدها مساعد لأنه يواكب الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارة في الإمارات في دولة الإمارات عشرين وواحد وثلاثين عشرين وواحد المالية بلا أوراق فمساعد يعني موظف يسوي كل الإجراءات يقوم جميع الإجراءات ومراجعة الفواتير وكل شيء واعتمادها طيب أنتم من تستهدفون بهذا النظام شو الفئة التي تستهدفون عبد الرحمن الفئة المستهدفة كمرحلة أولى الفئة المستهدفة أنه الفئة الموردين والدار المالي هم موظفين مساعدة الموظفين الدار المالي قسم المدفوعات يعني اللي بيستفيدون أكثر هم الموظفين نفسهم واللي يتعاملوا مع إدارة المالية من الموردين الموردين ممتاز أهداف النظام شو هي يعني أخويا عبد الرحمن أهداف النظام تطبيق استرادية الإمارات للأكاة الاصطناعية ممتاز وتطبيق استرادية دبي لمعاملات اللاورقية 2021 نعم رفع مستوى رضا المتعاملين ممتاز تقليل التكلفة اختصار الوقت وتسهيل عملية التواصل هذه أبعد ممكن تكون مميزات للنظام كذلك ها أخويا عبد الرحمن والأخطاء ما في أخطاء الأخطاء صفر نزيل أنا أتكلم بتفاصيل أكثر الحياة اسمح لي أخويا حمود في ميزة هذا النظام بعد يطرش لك إيميل يعني إذ أي ملاحظة على المورد يعني مثلا إذا عليه غرامات مثلا يعني في بعض المستندات ما يعني ما استوفاها يطرش الإيميل رسمي ويرد يطرش بعد إيميل رسمي كتقرير للمسؤول لإدارة المالية ممتاز عبد الرحمن أنا كنت أبغي أسأل هنا عن مميزات النظام إذن النظام أبغي أعرف قبل النظام كيف كنتوا تشتغلون ومع النظام الحين كيف الشغل استوى وكيف السرعة في الأداء بتكون شوف قبل كان الموظف يعني بعد المعاملة كم تأخذ خلنا نكون قبل يعني من عشر لخمسة عشر دقيقة أوكي الموظف ومساعد يأخذها في دقيقتين وشي الميزة بعد مساعد مساعد الموظف يشتغل أربع عشر ساعة في سبعة أيام لا يوجد إجازة ما عند إجازة وميزات قبل ساعات يأتيك فاتورة ولم استندات موظف ماسكنها بعدين يطلع إجازة سنوية أو تعرف يعني يطلع تأجل تستوي لظروف فننترى الموظف الثاني شو الجراء اللخ هذا لا هذا مساعد سيستم يعطيك قبل ما أنت تستثر عن المعاملة والمعاملة حتى النظام يسجلها والعميل عند المعاملة في سيستم هو موجود زين أحي موظفين بيشربون شاي يعني لا 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 بالحكس لها بالحكس الموظفين الحين في موظفين أكثر وتقارير وتأرض بتوجه الحكومة صحيح التركيز بتكون على أمور أفضل وكذا هي الفكرة وين الفكرة أنك أنت حاولت أنك أنت توفر في الجهد توفر في المال توفر في الوقت أنا كنت أتكلم قبل الفاصة عبد الرحمن عن أهمية الوقت يا جماعة الخير لأنه في أمور كثيرة نقدر نشتريها ولكن الدقيقة لما تطوف علينا نحن ما نقدر نسترجعها ما نقدر يعني نرجعها أبدا لأنه خلاص راحت هذه الدقيقة يقول محمود بعد أن هذا النظام القل الأربعين بالمئة من عدد الموظفين وإحلالهم مهام أخرى في إدارات أخرى يعني نقدر بعض الموظفين أنه عندنا مستشفيات وعندنا مثلا إدارات ثانية محتاجة لمحاسبين فنقدر نسخل من هذه الأشياء ممتاز جدا إذن مساعد هو موظف محاسب جديد ينضم إلى قائمة موظفي هيئة الصحة بدبي هو الموظف الذكي الاصطناعي الثالث عندنا هذا الموظف تم تعيينه في إمارة دبي اللهم لك الحمد البارحة تم تدشين العمل فيه الأخطاء قلنا صفر بالإمية صح؟ نعم ما في أخطاء أبدا ما في أخطاء يعني حتى الحين المورد ما في داعي يستفسر عن فاتورة ويراجع كل شيء موجود عندنا ومساعد يطرس للإميرات بعد ممتاز فالعملية بتكون سريعة بالنسبة وممكن يخلصها بشكل سريع نحن عبد الرحمن نتمنى لكم التوفيق شكرين لكم هذا السعي نحو تطبيق استراتيجيات حكومة دبي ودولة الإمارات العالم المتحدة في الذكاء الاصطناعي وإلى تحقيق حكومة بلا أوراق وإن شاء الله يعني نصل إلى هذا الهدف في جميع المجالات في هيئة الصحة وأيضا على مستوى حكومة دبي ودولة الإمارات بشكل عام شكرين لك عبد الرحمن وإذا تبغي توجه آخر كلمة يمكن بغيت تقول شيء وانا قطعتك أو شيء لا أنا مشكور مشكور أخوي محمود للأخي عبد الرحمن سلطان مدير دات الشؤون المالية في هيئة الصحة في دبي حدثنا عن نظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية مساعد اللي يبغي يتعرف على آلية هذا النظام يا جمعة الخير نحن موجودين إليه يوم الخميس في سيتي ووك وين الدوائر الحكومية كلها قاعدة تعرض إنجازاتها ومنتجاتها الذكية والمبتكرة ضمن شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا أسبوع الابتكار في إمارة دبي إذن ندعوكم لزيارة هذه المنصات وبس هي تصحة كل منصات الحكومة موجودة هناك هي تصحة عرضة مجموعة من التقنيات المبتكرة والجديدة أيضا مستمعين اللي بيمر هناك ما ينسى يدخل العيادة المبتكرة في مثل عيادة مبتكرة عندنا هناك تقدر تفحص فحوصات كاملة وانت داخل هناك فحوصات السكرية الضغط الدم العيون حتى ممكن تكون بعض الفحوصات اللي فيها تصوير الشعع وكذا هذا مستقبل العيادات في العالم وفي دولة الإمارات إن شاء الله نحن قاعدين نعيش اليوم فبتكون مثل هذه العيادات موجودة إن شاء الله إن شاء الله تعالى يعني على الخطة في المراكز مراكز التجمع السكانية في المولاد ممكن تكون في المطارات تدخل أنت هناك ما يحتاج الطبيب يكون موجود أنت بتفحص وكذا وهذا ويعطيك النتائج الفحوصات مباشرة يعني وانت مرتاح يالس ممكن تكون ممرضة بتساعدك بس في بعض القياسات بالنسبة للضغط لبعض الأشياء إذا كان هناك يعني أخذ عينة من الدم كذلك هذه الأمور كلها بتكون هناك ممرضة الطبيب موجود في عيادته موجود في أي مكان في العالم نقدر نتواصل معاه مباشرة يعني شغلة خطيرة مو بخطيرة بعد رائعة جدا وقاعدة تطبق عندنا موجودة وطبقناها حين هذا الفيز الثالث داشين وقاعدين ندخل فيها فحوصات أكثر وأكثر وإن شاء الله يا رب يعني يتم تعميمها ليميز الابتكارات اللي طرحت أنها هي الصحة في دبي أن كل هذه الابتكارات مفروض بعد عشر سنوات يمكن نتهينا على حسب التوجه القديم اللي غير سيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وكان فيه متابعة وتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه أن يا جماعة اللي موجود في العالم عشر سنوات جدام نحن اليوم يطبق في إمارات الدبي فكل الدوار الحكومية اشتغل ضمن التن اكس أن كل الابتكارات هذه يتي اليوم ويتم تطبيقها في دولة الإمارات تخيلوا يعني نحن متجدمين عن العالم عشر سنوات وهذه هي الخطة اللي نحن نحاول نسعالها أن نكون متجدمين عن العالم عشر سنوات في تطبيق التقنيات الأفكار المبتكرة الشغلات اللي ممكن تكون جدام بعشر سنوات لا تطبق اليوم شو المانع عندنا العقول عندنا الإمكانيات عندنا المبتكرين في دولة الإمارات وقادرين ننطبق بهذا الشكل وعندنا أيضا قادة يعني ما يرضون إلا بالمركز الأول وهذا شيء سبحان الله صار ديدا عندنا نحن في دولة الإمارات يعني تطلع الثاني في أي شيء تحس أنك خسران تبغي تطلع الأول إلا في الكورة ما أدري ما تخبنا يا رب يلا نتمنى إن شاء الله إن شاء الله تكون في عمليات صحيحية لازم أدخل الصحة بالرياضة الرياضة جزء من الصحة بعد خلونا نطلع فاصل المستمعين بعد الفاصل بإذن الله ما نتكلم بعد كذلك عن بعض المشاريع المبتكرة من تنفي نفس الإطار إطار الابتكار في الصحة ففاصلوا راجعين صحة وسعادة إذا نسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين إن شاء الله يعني تنطلق فعاليات مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات ليقام برعاية كريمة من اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس سيدة الصحة بدبي بمشاركة أيضا وحضور 27500 مشارك وزاير هذا المؤتمر بيغطي أكيد فيه مؤتمر ومعرض يعني الأول من نوع على مستوى المنطقة ويمكن يكون الثاني عالميا 13 قاعة موجودة في مركز دبي التجاري العالمي بيغطي هذا المؤتمر وفيه 659 شركة من 75 دولة مؤتمر ضخم جدا فيه العديد من الورش والدورات والندوات العلمية اللي بتقام كذلك على هامش هذا المؤتمر فيه يعني 143 ورقة بحثية وعلمية وعدد من المتحدثين 130 محاضر على حسب آخر الأرقام وأيضا بيشهد هذا العام يقامت 22 ورشة عمل متخصصة في القطاع الصيدلاني إضافة إلى ثلاث برامج جديدة تم استحداثها خصوصا للمؤتمر من قبل السعودية والكويت وعمان تدور حول تنظيم القطاع قطاع الصيدلة والصناعات الصيدلانية لما تعرفون يمكن أو يمكن تعرفون يا جماعة الخير أكبر تجارة في العالم أكبر تجارة في العالم أكبر عن تجارة الأسلحة أكبر عن تجارة هي تجارة الأدوية صناعة ضخمة جدا وخطيرة جدا وأيضا سباق المعرفة والعلم في هذا المجال السباق قوي لأنه يملك الخبرة والعلم في مجال تصنيع الأدوية إذا يملك الكثير من المعرفة يملك حتى أحيانا صنع القرار في الكثير من المجالات فهذا المؤتمر مؤتمر قوي مؤتمر مهم نحن يعني من خلال هذا المؤتمر وصدافة إمارة دبي نحن سعيدين جدا أن تصل المؤتمرات العلمية والطبية إلى هذا المستوى من الحضور هذا المستوى من المعرفة أيضا اللي بيحضر ترى عندهم 36 ساعة معتمدة لأن الأطباء دائما عندهم هذه المؤتمرات حضورهم وكذا في ساعات معتمدة تكون لهم فهيئة الصحة يعني اعتمدت 36 ساعة من هذا المؤتمر زايد 22 ساعة من قبل الجمعية الأسترالية للصيدلة هذه كذلك بتكون ضمن الساعات المعتمدة ويعني نتمنى أنه متوفق نحن نحاول نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع إن شاء الله في الأيام القادمة بس بس أنا حبيت أني أطرح هذا الموضوع لأن الهيئة اليوم يعني وصل تصنيفها للأدوية 1500 دواء تشمل أحدث ما تم إنتاجها من مصانع الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة السرطانات بمختلف أنواعها أيضا اللهم لك الحمد اليوم نحن نتكلم عن الروبوت الصيدلي أو الروبوتات الصيدلانية في الهيئة وصلنا إلى خمس روبوتات عندنا أثنين منهم في مستشفى راشد عندنا روبوت في مستشفى دبي ولطيفة مستشفى لطيفة وند الحمر وإن شاء الله بيتم تزويد كل مستشفيات الهيئة ومراكز الهيئة بالروبوتات الصيدلانية هذا الروبوت حقق إنجازات كبيرة في عملية يعني اختصار الوقت عموما اللي حاب يشاركنا بأي موضوع نحن متواصلين معاكم مستمعين على 6-00-55-14-14 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-00-6 دراستنا اليوم تقول 15 دقيقة تكفي من التمرينات الرياضية يوميا لتعزيز صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض وفق ما كشفته دراسة بريطانية حديثة حيث أكدت أن منح الأطفال 15 دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي يحسن لياقتهم البدنية سلوكهم اليومي كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة قادت الدراسة مجموعة من الباحثين من كليات مختلفة من العلوم الصحية ورياضية ببريطانيا وإجرى تجربة على نحو 400 تلميذ وتلميذة في مدرستين ابتدائيتين مختلفتين خضع كل الطفل منهم لتقييم أولي بالإضافة لمتابعة في وقت لاحق في العام الدراسي لاحظ الباحثون تغيرات إيجابية على سلوك الأطفال الذين شاركوا في الدراسة الأمر اللي ساهم في رفع نتائجهم وعلاماتهم الدراسية البحث البريطاني اقترح إدراج سياسة رياضية اقترح إدراج سياسة رياضية تعتمد على نتائج هذه الدراسة وذلك من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الركض والمشي لمدة 15 دقيقة يوميا إضافة إلى حصاصهم الرياضية الاعتيادية وأذكر رب الخير أخونا محمد أخويا العود محمد كان من الصبح والله بخير زرانة وعقب صلاة الفير ورانا يركضنا ويسوينا تمارين متأثر كان بأفلام بروسلي وآه الأفلام إن شاء الله أصبع علي أبو حمد ميرد قولي كل شوية أبو حمد أبو حمد على الخط صبح كله في الخير أبو حمد صبح كله في الخير أخونا عمود إياها لياها اتفضل يا سيدي الله يجيه مخير ما شاء الله يعني أنت سباقة الأولوية في هذه المتابلات ومتابات التطور نعم بس أتمنى أن أخونا عمود اليوم بالنسبة للأجوية إن هناك تكون استراطات العية الصحية وزاة الصحة نعم اليوم إنت لما تشتري دوا الرشدة طولها نص متر بخطة صغير غير واضح أنا أتمنى في أمور لازم توضح اللي هي طريقة الاستخدام أوانع الاستخدام الأثار الجانبية بحيث أنها تكون هاي واضحة و بلغة بسيطة و يفهمها كل الشخص لأمن اللي ساهر أنه يعني قد يكون الطبيب ما عنده وقت والطبيب ما عنده تاريخ المرض للشخص ويصرف للدوا وهو عنده مرض وهذا المرض يعني مثلا هذا يتسبب مثلا تليف الكبت وهو عنده مشكلة في الكبد أو فشل كلاوي والدواه هذا يتسبب فشل كلاوي وهو عنده مثلا ذلك ذلك ضعيفة يعني أتمنى أن تكون هناك بصورة واحدة بخط واضح هذه الأشياء بس تكون موجودة يعني للموانع للموانع الاستعمال وطريقة الاستعمال والأثار الجانبية بحيث أني يعني قد نقي يعني أنا اللي أعلم أن فيه واحد تحضر الفجل كلاوي بنستخدام يعني بعض الأدوية التي كانت ما تناسبة والوقت بالنسبة لها رغم سنين قضية اليوم الكتابة على الدوا نفسه أنتمنى أن في الأقطاع الخاص تكون هناك يعني استكار واضح بحيث أني يعني مثلا ممكن سايق استلم الدواء أو يكون مثلا طفل استلم الدواء ما فهم من الصيدة لي صحيح إذا كان يكتبونا بشكل واضح على الأدوية جميل الأخير اليوم لجد في بعض المولاك بعض الأشياء اللي هي تصنف تحت الأدوية أنا حاولتها تواصل يعني يقولك أي مكملات يعني دوكحها بالنسبة لل الجلد بالنسبة لل الحساسية طيب هذه ما فيها ولا استكار من وزارة الصحة يعني أول يكون مشترك بين وزارة الصحة وحية الأدوية والبلديات إن هذا الدواء فعلا ما فيه آثار جانبية ويمكن استخدامه أنت رح شوف بعض المولاك وخلنا نجي يعني تحصل في أكشاك تبيع مكملات غذائية وتبيع أدوية لهذه الشغلة وهذه الشغلة لكن هل هذه الأدوية ما فيها مطار يعني أنا واحد من الجماعة جاب دواء للركب طلع هذا الدواء فيه من تايلند جاب وإنه شعبي عشبي يعني وطلع أن هذا الدواء فيه مادة كيماوية مخلوط بعض الكركم عساس يطلع على شكل دواء وأثر سي ديسبب لكفش الكلاوي فأنا أتمنى كذلك يخضي بحيث يكون هناك محمد أنا بس عندي شوية شاهد ملاحظات على الكلام اللي أنت قلت أول شيء بالنسبة لي اللي اقترحت بأن تكون هناك معلومات واضحة عن طريقة الاستخدام الآثار وهذه الأمور كلها لازم دكتور يشرحها للمريض بشكل واضح وتنكتب بشكل واضح اللهم لك الحمد من خلال الصيدرية الذكية حاليا ومع تطبيق ملف سلامة أو الملف الطبي بتكون الأمور كلها واضحة ومرتبة في هيئة الصحة نتكلم الحين وإن شاء الله تطبق على إمارة دبي بشكل عام حبّة بحبّة إن شاء الله ما نوصل لهذا النموذج الكامل جاك الله جرام الله بس من يكون في كل دواء يدخل الإمارات بوصل لك بوصل لك أنا بعدين ما بسكر عنك أسولوا فيها أكثر عني أنا أفضل زين فالصيدرية بس أنا عشان أوضح للمستمعين أننا نحن ماشيين بهذا الإطار بتكون استيكر مطبوع كامل باللغتين العربية والإنجليزية على حسب ما يختار العميل شو الطريقة الأسهل أيضا وصلنا بعد كذلك اللهم لك الحمد يعني إلى مبادرة حتى اللي ما يقرأ ما يعرف يقرأ زين بيحطوه لطريقة معينة أنك أنت بس تشوف الاستيكر أنت تعرف متى تاخذ الدواء وكيف تاخذها وحتى الأمي اللي ما يعرف يقرأ يعني هذه الأمور كلها موجودة وإن شاء الله تطبيقها بيتم إذا ما كانت مطبقة في الكثير من الأمو في المستشيات اللي ذكرناها إن شاء الله بتطبق على مستوى هيئة الصحة ككل والمستشيات الخاصة بإذن الله ضمن الأنظمة المقترحة حاليا ولا ما يشين عليها هذا واحد أثنين أنت ذكرت مسألة وايد خطيرة وايد مهمة أبو حمد ويزاك الله خير أنك أنت يعني أشرت لهذا الموضوع يا جماعة الخير دائما نحن نقول الإنسان هو طبيب نفسه إزاي أي دواء من غير الصيدلية لا تأخذه من غير الصيدلية لا تأخذه لا سوشال ميديا لا دكان لا بطيخ لا هم يحزنون يا أخي هناك يعني معايير معينة لي تخزين الدواء معايير معينة لي وضعها ضمن يعني درجات حرارة معينة كيف تصل إلى الصيدلية وين تنعرض وين يتم تخزينها أنت ما تعرف الأماكن الثانية الصيدليات كلها عندنا بحمد من الآخر أقول لك يا مراقبة كل دواء يطلع مراقب وما نعلن عن هذا المشروع يعني أنا شفته بعيني يعني شايف النظام وعرف كيف يتحرك الدواء وكم دواء انصرف وكم دواء تم وكذا فهي مراقبة تماما فهذه هذه المسألة اللي نحن نقولها لكن أي شخص من السوشال ميديا يأخذ لي دواء ويا محالات شفناها أنت ذكرت يعني ما الدواء اللي يمن برع كذا أنا ما أبغي أذكر اسم الدولة ولكن على أساس أنه بيعالج أمور معينة وطلع فيه لها أثار جانبية هذا يعني صراحة أنا الشخص اللي يتصرف بهذا الشكل أنا أشوفه يعني قليل ذكاء وقليل وعي زين يا جماعة الخير يا ما قلنا في برنامجنا على السوشال ميديا لا تأخذ ولا دواء زين مبزين لا تأخذ من الآخر لا تأخذ أي دواء يا أخي هذه مركبات كيميائية زين الله خير لخمح لكن الأولى مثال أنت ما هذه الأولى تتمنع دخوله أو أنه يكون تحت كنترول يعني يعني أنه ما يكون موجود قاعد أقول لك عني كنترول بخمت قاعد أقول لك عني كنترول زين بس هذه أحيان المكملات الموجودة أنت تصير الدراغون وصير المولاة وتحصل بين هنا أشياء ما فيها أي مراقبة منها من وزارة ولا من هي لا أنا أقول لك هي تصنف كأدوية الأدوية كلها مراقبة في تصنيفات يعني ممكن تدخل مستحضرات تجميرية ممكن تدخل بأسامي أعتقد تصنيف هذا كمكمل غذائي زين معلش الفكرة مالتي وين بوحمد الفكرة مالتي يا أخي الحين أنا الفكرة مالتي أن أنت كشخص يا جماعة الخير كل واحد مسؤول عن نفسه قلنا في البداية أنت إنسان طبيب نفسك أنت عارف الصح والغلط يا أخي إذا 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 مشينا على هذا المبدأ أنزين مشينا على هذا المبدأ أن أنت طبيب نفسك يا أخي مثل هذاك اللي رايح يسوي تجار يبيض للأموال نفس هذا يصير يبيض الأموال وما أدري كذا وهذا وي الشخص هذا اللي يسوي له سحر وبودرة ويضاعف للأموال يعني شغله ما تركف المخ مثل مثل الشخص اللي عنده السيارة السيارة تمشي 240 أنزين يعني في أنظمة في العالم ممكن تمشيك توقفك على 120 صح ولا 120 وما تقدر تزيد عنها وهذه موجودة في أحسان أحسان الدواء يكون موجود ومتاح بطريقة خطأ أو بطريقة صح اليوم لو ما مخدرة خلص ربك والله لازم تثقف الناس أنه ما يخضون الدواء أحسان أولا أصدار التراخيس وتأخذ رسوم عليها لكن في النهاية خلنا نقول 50% متقف و50% يمشي على الكلام سواء 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 من فلان فأنا تمنى أن يكون قانون لهذه سواء كان مكملة غدية مدام تستخدم لعلاج عرض مرض أنا لا أريد أن أقضعك لكن عيسى يأشر لي أن الوقت انتهى أنا أزاك الله خير وضحت أنت النقطة لكن أنا أتمنى على مستوى الدولة كل الأدوية الموجودة تكون الأشياء واضحة بخط واضح تذلك تقنين قضية بأه أصدار أزاك الله خير أنا أقول لماذا يطلع هذا القانون يخلك أنت طبيب نفسك ويا جمحت الخير سمعوا كلام أبو حمد لا تأخذوا هذه الأدوية خير شر من أي دكان من أي مكان أي حديب لك أي حبة لا تأخذه لا تأكله لا تأخذ على نصيحة الناس عيسى يعطاني دوة قال لي هذه الدوة زي ما بأكله يا أخي دوة هذا مبلعبة شي بدأخله بطني أنا ما عارف شو تأثيرات الجانبية زاك الله خير بوحمد والله فتحت لنا موضوع جميل جدا وشكرا على على تواصلك معنا ولا تقطعنا ها بوحمد روح بوحمد شكرا ميرا اللي كانت معنا في التنسيق كل شكر لعيسى سبيل كان معنا في الإخراج تحياتي القلبية للزميل حسن البلاونة على الإعداد هذه تحياتي لكم مستمعين محمود يوسف العلي حتى نلقاكم إن شاء الله باتر باتر هي هذا ما أدري أنا موجود مموجود لا باتر عندي دورة عموما حتى نلقاكم إن شاء الله باتر للجماعة متواصلة معكم نظر أن الدكتورة الندبة تكون معاكم حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي